خلونا نبدأ جولتنا العالمية من عند مباراة يوفانتوس وإيسي ميلن مباراة اللي كانت الحقيقة يعني مباراة محبطة جدا يعني لكل عشاء الفريقين وكمان كل عشاء الكالتشو الإيطالي مباراة انتهت بالتعايد والإلسال بمن غير أهداف منافسات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإيطالي يعني الفريقين الحقيقة في المباراة مباراة تبدلوا السيطرة الحقيقة والفريقين كمان ضيعوا فرص كسير جدا للتسجيل نتيجة طبعا دي تقدم انتر ميلن لأنها خلت فريقين بنفسه على الدوري الإيطالي يفقدوا نقطتين بعد التعايد ولطبعا ده انتر ميلن بيتصدر الدوري الإيطالي ب53 نقطة بعد دي نابولي وإيسي ميلن في المركز الثاني والثالث بنفس العدد النقطة 49 نقطة أما يوفانتوس فاستمر المركز الخامس ب42 نقطة